إحساسك دائين بطلي بقى أمور الدلع نفسي مرة تعرفي تاخدي قرار في حياتي بنتك طول عمرها ما تعرفش مصلحيتها إذا وفيه موسيقى اولولو يا لولو أنا شاء تنبوكو ما تغيب عني الثانا وقايد اولولو اولولو يا لولو نونا نومر سيبوكو لا تدور قردنا ولا تتلفلنا يلا مشي من هنا ده أنا عندي رانديبو اوه اوه رانديبو ده الحب احنا حننسو اوه اوه رانديبو مفتاح القلب الرمو اوه اوه رانديبو وتنار الحب كاووو اوه اوه رانديبو ده الهوى يا حبيبي ده هنوو ما تحبينش بالشكل ده ده هقت ليانا يا هو ده الحب اسهل من كده على اي حتى ادوم ايوه اولولو يا لولو لو نايم قومو لو فاكر انينا نرجع تاني نحبو اولولو يا لولو ما تيلا فواقو ان كان لابد لنا يلا اوامة شو امان اوه اوه رانديبو وانتا تغني ظلمو اوه اوه رانديبو ده القلب خلص شغلو اوه اوه رانديبو ده الباب يا حبيبي افلو اوه اوه رانديبو ترابات ترابات تردو ما تحبينش بالشكل ده ده ما الدنيانا يا هو ده الحب اسهل من كده على اي حتى ادوم اي بيختشي بقى لا اسعى ما اقولك في المعمورة رسملي الصورة وعامل نفسه لعب كورة كيف الشاب بيه وقلولي حاز بيه لا 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 استنى يا صاحبي لبزامة واقف عالامة غاوي خضيني ومنقوا اليامة في المزاريطة في وسط الزيتة جابوا البوكس وقم اخدوه اه ايوه اوه اوه رانديبو انت تغني ظلم اوه اوه رانديبو مفتاح القلب رمو ما تحبينش بالشكل ده زهقتني انا يا هو ده الحب اسهل من كده على اي حتى اقادوه رانديبو ايه القرف ده يا سعى؟ معقولها تسيب السرك وتشتعل في كباريزة اي ده؟ اللي بنكسبوه من المخروب ده الطاق ثلاثة من اللي كنا بنكسبوه من المدعوق السرك انت مش هتبطلي كلامك الغريب ده يا سعى؟ يا اختي قوليلي اشتريت العجلة دي امنا؟ دي هدية بابا ليا لما اخدت اللي صمص يا واعدي على الصمص يا واعدي على الصمص يا واعدي على الصمص يا حتي انت مش هتبطة دي والشرك عجل المداجي وانت عارفة اللي يخشوا مداجي اللي سيكو فيك؟ طب لسه كتير انا نفس يتقاطع تجمد قلبي كده عمال يجي تلاتة اربعة دواف وبعدين الشاحب يهجبوكي قابل تقولي السرايا تعالوا يا قامل تعالوا يا اهلا يا مرحب الفضال الفضال اتراحب الفضال اتراحب يا مراحب يا خضر اذا انت عاملت بيت كزي يا صهر؟ مش عاجبك الشقة؟ ايه ضيقك يعني لو روح انتر في قتل؟ ايوه؟ بنتي مفتوح وتنزلي في قتل ازاي يعني؟ ولا يهم هنقربوه عنيها وبطيعة ونخلوها لكزي الفل هنجلت دوافر ونخلوه بيت كيبش ولا اتقلي روح انتر في قتل ونحن انتر في قتل ايه مين يتصرف ده؟ يابينتتي دي افرة افرة افرت علي النعمة كل واحد من اللي بيغني ديلاهومات ولا بيصرف ده بلعه يجي عشر عام كده هو؟ خلاص؟ فضالي بقى حطي الميزيك اللي انت عايزها بتوانس ليه حاكم انت موانساني بقى قوليلي بقى ناوية تعملي ايه يا اما؟ انا اتفعت مع بابا وعمتي نجي هنا اسكندريا وفتح مكتب واشتا حلو جميل تفتكري لو فتحت مكتب واشتغلت محامية يعني انفع ممكن انجح؟ ايوه وحنا كنا بنتعلموا العلام ده كله ليه؟ عشان تقوليلي انجح ولا ما انجحش؟ تقوليلي يا طرى ويا حل طرى؟ ياختي انا عايزكي مرة تجميدي قلبك كده وتحميليلي على مزاجي يوه ويوم تلوحين ليه على لوحة المغرب المخملين تباشي رشال يجر نجوماً يجر كروماً يجر غلال ساعرفوا انك... ايه يا مهمة اللي انت بتقوليه ده؟ ايه يا حبيبتي مش فهمة ولا حاجة معقولي يا سفر المهم الكلام ده ننفعه نلحنوه ونرقصه علي انت فيش حاجة في الدماغة خالص زر الغنى والرقص امه ليه؟ هو الستة تنفع خالص من غير ما تعرفت رقص وتغني يستليك؟ ايه ما تسويش تعرفي تعرفي ترقصي بلدي بلدي لأ طبعاً ينهار اسود طب نعلموه يا لهم لأ اعمالي 8 لأ اعمالي 8 8 8 8 8 حاها 1 1 حياتها 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 اشتركوا في القناة 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 العنطة دي ما تخلش عليها يا رحمة، وديتو الطبانجة فين؟ إيه اللي هاورك كذا يا عنطة؟ المصيبة السودة دي يا باشا، الدهية المحببة دي أيو، لزا في رجالة حلوة كده يا جبعين؟ كتن يا بيت، لو شنب، خد حنب يخد العيال دي تقرروهم، عايز أعرف الطبانجة دي راحت فين؟ وإنه الدباء اللازرة مش هعرف لهم طريق جرة، يلا، 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 يلا يلا، 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 يلا وما أفى بيت؟ حكاية هي البت دي عنطة، دي كتسية العربية زو هي سكرانة زي ما انت شايف كده ساعات الباشا وبعدين كسرت الإشار، رحت مع ترضى، رحت ترباني بالبوكس والبنية والروسية وفتحت لدماجها اه، قل إيه؟ لا، فتعات الباشا، هو اللي عتشاج عليها، بس، بس، بس لا، يا عالي يا بيت والنم نفسك، قط نفسك وما تطلي مرقعة يوو، مهم المعاملة دي؟ دي معاملة تعالوها للتاتهات الحفل، وين اللي زي؟ بس، يا جم؟ ده جاء سكرانة وضرب أمين شرطة ومش عاجبك المعاملة؟ ما عاملة وحش قوي عشانتو اللي اثنين بتولسوا الباقت عشانتو زميل بتاسمي كيف عبدتو بتشتغلي ايه؟ ان اسمي صهر صهر الليالي علي النعمة ان صهروك صهرة في عمرك مثلتها بيت مين دي عد؟ فين بطاعتك عبدتو فين رخصتك؟ لا الله احنا منشتغل وش برخصة بيت فنانة محترمة جدا يا كل واحدة هزت وصطاف كبارية تقول على نفسها فنانة ولا ايه؟ لا نسعله كده انا مطربة مطربة كبيرة قوي ومطربة استعراضية واسكندرها كلها بتغنوا غنواتي شدام مكو ايو ايو اتلم يا بيت ايو علي النعمة انك تجنن وانت نقاشر يا ريت يا ريت تلع جدع كده وتفتحوا لنا قصدي تجبوا لنا قهوة سادع عشان نعرفوا نفوه كده اتروح بقى عالترا ما تعملكش زيتا انا كنت عارف كده هيحصل من الاول مش بقيت تطلعني الالتان وكنت تعملني محتر عادر ممكن نتقلموا في تلفون الفانوليو بتاعاتنا عشان زمنهم متوقويشين علينا حبتين مون مون عالو سعد ايه مالك في ايه ازاي الكلام ده طب انتش فين بس دلوقتي انا في اسمي بابشاري في صابت طرف ثلاثة قدامي مرة واحد شاكله عايز يدرابني امر امر واخربيتك يا عنطر ايه اخر الليلو قبلنا امسيبا معك هلو ما مونسوعي لا حاضر ست الظبت مونسوع ساير مالك حبيبتي امر ساير ايه المالك حبيبتي امر ايه لبي التخريب ده ايه ايه عجنافة فيك بيك ايه بس امر ساير ساير هو.. هو ايه لحسن يا فاني حضريتك مين انا اخت ساير ماني متوفيق ابو العذر محمي ممكن الغطاء، أنا سمعك؟ طبعاً تفتّى ده كردت كاردين سوري، سوري تبضل استرعاعي شكراً حضرتك بنت الأساسة وفيه أول عطلة؟ أي وهي تبقى أختك؟ تبقى أكتر من أختي ممكن أشوف المحتر؟ أنا لسه ما كتبتش المحتر وعشان خاطرك مش هكتبه خالص مشاكراً قوي قوي مش عارفة أشكر حضرتك إزاي بس عندنا مشكلة بسيطة أي لازم عنطر يتنازل عن حاجة مين عنطر ده؟ ده أمين الشرطة اللي زهر بطا حيزة أفني بس عبت الباشرة يا عنطر إحنا طمعانين في كرم أخلاقك كما عوتنا وعايزينك تتنازل عن حقك مش ممكن أبداً يا سعد الباشرة طيب إن ما كانش عشان خاطر صهر يبقى عشان خاطر أختها الرقيقة دي خلاص عشان خاطرك يا باشرة أهو كده يا عنطر هيا دي أخلاق الرجالة ولا بلاشة أمسك يا باشرة أمسك يا باشا امسك يا باشا يا باشا وضع اللي حيجننني يا فاتح يا أخويا إن البنتين مش راكبين على بعض أبداً واحدة فيهم صايعة والتانية متربيّة وبنت ناس وآخر شيئاً كما كنت تتكلمني يا فالح عشان أجي أشوف البيت الصايعة دي كنت أحتخذ لك طريحة من تجراماتها وقلت أدابها بقول لك إيه أنا مضطر أستأذن عشان عندي مشوار حساس بقول لك إيه ما تخدني معي لا أنا في المشاور الحساسة ما بخدش حد معي أبداً بالأذن يا حلو صباح الخير صباح النور أنا آسف أول لإزعاج بس أنا جبت عربية صاحبتك بنفسي نحن متشكرين أول اتفضل لا شكرا ما يستحش اتفضل 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 ديئة واحدة بس تهجي لصحر خطر اتفضل اتفضل صاحب صاحب مش هتصدق عارفة مين برا؟ مين يا أختي اللي برا؟ فرس الأحلام ايه؟ تقصودي مين؟ اتفضل بتاحم دارح جاي بعربيتك وجيبلك المفاتيح جبت تتلبيتك يا رحي اتفضل ديئة اتفضل ديئة؟ مينة على فكرة انا متعاود اعمل كل حاجة بنفسي عشان عايش لوحدة ممكن اساعدك لا متشكرا خالص لا ازاي بقى؟ فيل الشاي والسكر أهلاً؟ متشكلة، مرسي قوي الفضل، أنا أجيبه لحضراتك، فضل الفضل، مرسي مرسي أعرف أنها صدفة جميلة فعلاً، والد حضراتك كان يدرس لي جنائي في كلية الشرطة هو فيه ناس كثير زي حضراتك بيفكروا بابا، بس هو ابن عم واسمهم زي بعض أنا بابايا بيشتغل محامي بس، ملوش للتدريس آه، فضل الشاي متشكلة، مرسي، فضل حضراتك لو أنت ليه، ما بتشغليش معاه؟ يعني، بحاول أعتمد على نفسي عايشة هنا في اسكندريا؟ أحناو يعد شوية، بفكر اشتغل هنا بس لسه، بدور على مكتب يا أحنا، يا أحنا وسهلا إذهب، نحنا طcker من النابة، أحنا، يا باشا أحنا... أهلاً أحناً أهلاً، إزايك، يا باشا؟ إزايك، أسته س сокرر! لأ، صحر، اسمي صحر الليالي ما بتحبuszص كобрى صحر هنا؟ ألأ، أنا كنت جاهي اعطم للك، وأجيب لك عربيتي إلهي ما تحرن منك أبداً يا رب إلي اللاجين انت معزم عندنا في الكبارين لا اسمحيلي بقى لحد كده ما أقدرش ليه؟ مش قد المقام بقى ولا إيه؟ لا لا ما قصدتش أبداً طب أما ليه؟ طب على عموم كلنا رايحين مريم جاي معنا؟ طبعاً مش كده يا مريم ولا إيه؟ آه آه طبعاً وميله إيه باختشي بقى لقاس عما قولك في المعمورة رسم لي الصورة وعامل نفسه لعب كورة كيف الشبي وقلوا لحازبي لا 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 استنى يا صاحبي بإذن ما وإن فعلي ما لا تمام تمام أقولي بس أنا ما فهمت شو هو الحجم اللي هي أليته؟ ما تنتش يا أساس كمال إنها بتغني في كبارية درجة تالتة يعني أنت أحكم على المضمونة أيوة يا أخي أحكم على المضمونة أيوة طبعاً أحكم على المضمونة فين بقى المضمونة؟ صوتها وحضرها مع الناسة صدقني هي كل اللي محتاجها فرصة أنا مع الأنسة في الكلام اللي بتقوله طبعاً كيف؟ صهر دي فنانة كبيرة بس محتاجة للي يكتشفها حضرتك طبعاً عارف مستوى اللي بيغنه دلوقتي إيه؟ معاك حق فعلاً يا أنسة مريم الواحد ما بقاش لقي حاجة يسمعها اليومين دول أنت بقى يا كمال تشد حيلك وعشان خاطر لأنسة صهر تكتب كلمتين حلوين يا ريت كمان تنزل لها صورة آه صورة بقى وتكمل جميلة طبعاً فهو في ريبرتاج من غير صورة؟ هي بقى عندها صورة حشمة يا أهلاً وسهلاً يا أهلاً وسهلاً منورين عجبكم شوكي؟ فضّالي يا فنانة عظيمة ده الأستاذ كمال عجب بصوتك أول كان قاعد طول الغنوة حيتجنب وصمم أنه يكتب في الجرنان بتاعه وينشر لك صورة بالألوان لا ألوان لا أحنا ما انتفقناش على الألوان ألوان؟ يا اخت إلهي مع دمك طيباً أني أني ما تتصوروش فرحيت بيكم اليهر ده قد إيه؟ براهيم يا براهيم تحالك يا أهلاً سهلاً يا أهلاً هات إساسة ويسكي من أبو كابت ها؟ مش منقوع البراطيش وعلى حساب مينا سهلاً سهلاً على حساب البقف اللي قاعد تحت ده باهم وقل له بكرة هنهو أقوم شفتي؟ شفتي حسام؟ كان هيتهابل علي ما شارش عينو نعنا يا دوري ليه؟ سهلاً باين عليه معجب بيكي قبل حتى هو اللي نكلم صاحبه الصحفي ده عشان نكتب عنه طيب إيه رأيه باقة؟ أنني حاسبت أننا دخلنا قام وأنا كمان منحبوه تعرفي قال لي إيه؟ قال لي أنه سيجيب لك شائقة عشان تعمليها معك وكل ده عشان أخير كماني صباح على خير وأنت من قامل يا أمر يا ورد صباح على فل صباح على فل اللهم صل على النادي حلوة قوي دي يا حسام أحلى من الأولانية اا أي رأيك كمالية؟ مش عارف متهيالي الأولانية أحساسا وعرف أفليش على مذايجي وانت كده عمرك مطرتي على بر قابل طيب خلاص، كويت لا لا لا، لو مش عقبك انا عندي واحدة كمان احنا هنلفه طول العمر، حلوة قوي دي بقى انا اسبوع بالليب اسمعي، انا مش عاوزك تختي حاجة مش عقباتي قولتي هي يا مريم اللي تشوفه انت يا خسين، انا مش عارفة من غيرك ممكن اعمل ايه يخشي تعالي تعالي اعجي عالمكتب عايدين نشوفوه اذا كنت غايقة عليه ولا لا يا ريت هو اللي ليه عليها اذا شوفها كده يفاجأ انها محامية بحق وحقيق لزي ما تكونت خلقت عشان تكون محامية الاهمة من ذكره ان الزباني عارفة طريق مكتبي تفتكر في حاج ممكن تجيلي انا انتو مش جعانين ولا ايه؟ اني ما صاريني بتتلوم نجوع احلى حاجة بتعجبني فيك يا صهر لهجتك لاسكندرالي يا اختي بس لهجتك مفيش حاجة تانية بتعجبوك طب ايه رأيكو بقى في غدوة معتبرة على حسابي لا الغدوة دي على حسابي انا ليه هو نطيشة ولا ايه؟ لا يا حسان بس جميلة كترة قضي لا ده ملوش دعا بالغداء معقولة ابقى ماشي مع الانتين حلوين زي الامر واسيب واحدة فيهم تدفع الحساب ايه يا جدعان علي النعمة كلامه ميا 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 مزبوط عايز الناس تقول علي ايه؟ ناطع الله منظر الاكل يفتح النفس بقابلين لو عربت تتنامي بالليم الاكل مش عجبكو ولا ايه لا ازاي الاكل حلو قوي بس المهم اللامة الصراحة المهم الأخلاق قطالة عفف البلد كلي فول ايوما انا طفحة مش دي صورتك هامم ايه صورتي صورتي بالليم صورتي شوفوا اتفرجوا حلو قوي حلو قوي يا ساعر هات كل الاعداد اللي معت اه طب خد قطالة قطالة مش خصارة فيك قطالة كتر خيرك انا فرحانة قوي مش عارفة اقولك ايه انا ماليش دعوة صحفي معجب بك وكتب عني مثلا انا عارفة كل حاجة انت اللي خليتوا اياك دي ماريام هي اللي خليتوا اياك انا ماليش دعوة بالموضوع ده خالص وعموما انت تستحقي اكتر من كده بكتير يا ساعر مساء السيل يا ساعر مساء الفولي بركيلي 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 مبروك يا حبيبتي بس على ايه هنشتغلك في اكبر لوكاندا في سكندري هتشتغلي ايه هنتسيقه يعني الارض ونكنوسه هنغنه يا ماما ودير لوكاندا كلمني وقالي بكرة تيجي تمدي الكندراتا ألف مبروك يا حبيبتي الجميل معاكر ليه؟ وشو مش رائل زهيئة قوي يا ساعر بقالي شهرين قادة بكلم الحطان مفيش ولا زبون واحد يكلف خطره هيك حتى حتى يقوللي انت مين ولا يهمك يا حتي انا بكرة بقتلك قتير ونقولك ونقولولك انت مين اتمنت احنا موقفنا قوي جدا مش بعيد ناخد حكم اخر الجزء يا رب اهو نفسك معانا يا استاذ حسين يا صباح الخير يا استاذ ازايك يا استاذك صباح النور معقول برضو زيت شغلك وجيتك ونقدر ما اجيش في يوم زي دا المهم انت جاهزة الحمد لله صهرت طول الليل عملت حيطة مرافعة هتعجبك اوش برافو عليك صباح خير يا حساب باشي يا اهلا 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 انتو تعرفوا بعد ولا ايه؟ طبعا اعز المعرفة يلا لا حسن نتاخر عن الجلسة اربعة وخمسين المدعي ابراهيم علي اسكندراني المدعي علي عبد المنع محمود المغاوري ماري متوفيق ابو العطى المحامية حاضر عن المدعي ابراهيم اسكندراني بالتوكيل الرسمي محمد عبد العزير الغندور حاضر على المدعي علي عبد المنع المحمود المغاوري طلباتك يا استاذ سيادة الرئيس حضرات المستشارين سيادة الرئيس سيادة الرئيس انا 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 بطلب التأجيل مدام بتدرسي القضية كويس وتعرفي كل ملابساتها يبقى تقدر يتقفي قدام المحكمة وانت واسقة من نفسي انا جبتلك معايا حاجة كويسة دول كتابين حيساعدوكي في دراسة القضية بتاعتك اللي بتعمله معايا دا كتير قوي يا حسام مش عارفة هردلك جمالك دي كلها ازاي احنا مفيش بلنا من بعض جمالي المهم ترويجيني انك هتترفعي ومش هتأجلي القضية يا قطم ما تتصورش كلامك ده رافع من روحي المعنوية قد ايه انا مش عاوزك تخافي قده حتى لو فشلت كلنا بنفشل وبعد كده بنتعلم انا اصلي كنت خايف اخسر الزبايا يا ستي ولا يهمك انا اجبلك مليون زبون انا مش عاوزك تشيل يهم الموضوع ده ابدا المهمة عندي انك تنجحي حسام ممكن اسألك سؤال وتجاوبني عليه بصراحة انت عارفاني صريحة انت اللي جبتلي الزباين اللي قبلوك في المحكمة النهارة صح؟ لا طبعا كل ما في الامر ان انا طلعت اعرفهم صدفة المرة دي بزات انا مش مزات ايه دي اكيد صحر ماضي 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 نفسي عايزة حاجة يا سهر؟ عايزة أسألك على هذا يعني إيه اللي يخلي راجل زي حسام كده يهتم بالقوي كده بوحدة ست؟ قصتك إيه؟ يعني الصراحة اللي عمله معايا كل يوم أسأل نفسي ما ترى بيعمل معايا كده ليه؟ تدل ورايا لحد لما خلاني أغني فأكبر مكاندة في اسكندري يعني هو حسام إنسان كويس وخدومة مجدعة يعني تفتش تكري يعني يعني المهم أنت مشاعرك إيه من حياته؟ أيوه أيوه على مشاعري أنا أول ما شفته عصفورة قلبي رفرفت حبيت اسكندريا والدنيا حلوة في عناي تفتكري هو بيحبيني روب على الحب اللي أنا بحبه له؟ أنت أصلك مش عارفة قيمة نفسك دا لو لا في الدنيا كلها مش حيلاقي واحدة زيك بتقوليلي الكلام ده بس عشان أنت سحبتي وبتحبيني بحبيني استدقيني يا زهر أنت قاطية بقى لبس الدنيا أنا عمري ما قابلت واحدة في شعبك يا أختي إلهي ما يحرميني مني حسام مش ممكن هيلاقي واحدة أحلى منك عارفة يا ماري من نفسي في إيه؟ إيه؟ نفسي إحنا الاتنين نتجوزوا ونعيشوا مع بعض زيكا الوزنة مش هجبهم هيحاولي وقعوه بإينا وفرقونا على البحر باشر علىي النعمة نقطعوه ونرموهن في البحر صباح الخير يا ماريم صباح المرور صح يا بدر كده ليه؟ مش جايلي نوم وزعل لسه نايمة أقول سيجاعد على البحر شوي تحب البحر؟ بحبه أبو، بس بخاف منه من ساعة ما كنت هغلق لما بقعد هديني، بسرح بخياتي بتكلم معافي الحاجات اللي مقدرش أقولها لحد طب وليه ما بتحكيش على لجواك الحد أنت بتحبيه وتلسفت فيه؟ ممكن لجوا يجرح ناسي ما حبش أجرحه، ولا أجرح مش عادي بحكي لصهر، صاحباتك وبتحبك صحر طبعاً صاحبتي، وبحبها قبل بس هي مش فاضي، دايماً مشغول وأنا ما بحبش أشغل حد بمشاكل أنا يا ست فاضي، وليه كنت بالذات؟ لو مش فاضي أفضي نفسي طب عن إذنك، أنا همشي، سهر زمانها ساحب، هروح أشوفها طب قولي لصهر أني عايز أقابلها النهاردة، ولا قلت، أنا هكلمها في التليفون ماري، صحيح؟ أنا أحبني يا أختي وأتفحيني، مش بصدقها روحي إيه يا صحر، إندي تستهلي واحد أحسن من حسام كمان تعرضت لما قلبي، لما قلبي أنه عايزي قبلني قلبي بي كان حيفضت من صدري فكرة شدي، لما كان بتسرق في القبلة، ما كل ما تشوفها طبعاً؟ ربنا يا سايلت، تفتكي حياتك يتجوزني؟ طبعاً، أكيد يا ساهر شبت مبرح بقى كنت بقولك إيه؟ إحساس أختك عمره ما يخيط قبل هبقى حرم، المقدم، حسام عمبر، مدام عمبر إندي تستهلي بكل خير يا ساهر عارفة يا ساهر أنا طلبت قابلك ليه النهاردة؟ عارفة، والنبي عارفة عارفة إيه؟ يعني، أنت عايز تقول كلام؟ وإحنا نحبه ونسمعه منك ما تتصوريش أنا سعيد قد إيه من يوم ما عرفتك أنت وماريوم؟ مليتوا علي حياتي، وعوضتوني عن أهل اللي فقتهم لدرجة أني خلاص، ما بقيتش قادر أستغنى عنكم ولا إحنا كمان نقدر نستغنى عنك يا سيحسان أنا بحسدكو على حبوكو البعض قالي مليش في الدنيا غير ماريوم، هي كل حاجة في حياتي طيبة وحلوة وبعدين بنت ناس ومتربية، بس هي فيها عقب واحد يعني، ما تعرفش كده يعني، يعني، مسترددها علشان كده أنا جبتك هنا سهر، أنا بحب ماريا معاوزة تدوزها ما فيش حد غيرك حيقدر يعرف لي حقيقة مشاعرة بصراحة أنا خايفة واجهها، لح سنقسرها كصديقة ماريوم، ماريوم، إنتي فين يا بتنج؟ ها؟ لما لديك عندي هكذا خبر؟ راحي بيمور ماريوم أختي وحبيبتي سهر، أنا رجعت لبابا وعميتي، عارفة لي؟ لأن أنا كمان فكرته، وقلت أتجاوز، إش معنى أنت؟ ألف مبروك لي كنتي وحسابي، وياريت تتجاوز بسرعة عشان أحضر فرحكو قبل ما سافر مع جوزي الكنب أنا مستنية منك تليفون، تقوليلي على المعد سلامتك يا بابا ماريوم، وحشيني أهو يا حبيبتي أنت كمان وحشيني أهو خلاص يا توفيق، ماريوم رجعت لعقلها، وحتتجاوز واجدي بشقلتلك، أنها مش هتلاقي أحسن من الواجدي سلامتك يا بابا ماريوم، وحشيني أهو يا حبيبتي أنت كمان وحشيني أهو خلاص يا توفيق، ماريوم رجعت لعقلها، وحتتجاوز واجدي مبروك، ألف مبروك يا بابا بشقلتلك، أنها مش هتلاقي أحسن من الواجدي سيد ماريان موجودة؟ موجودة باللطفة سهر مفاجئة حلوة؟ حشيني وحشيني قوي قوي وانت كمان ازاي كنت؟ الحمد لله وليلي حددته معدل فرح انت فرح ايه؟ فرح كنت وحسين لا احنا مش هنتجوز ليه؟ هو حصل حاجة؟ حسين ما بيحبيش بيحبك انت وعايزي تجوزك ايه اللي انت بتقوليه ده يا سهر؟ انت بتهذري؟ وحتى هذرك ده ماينفعش لاني خلاص علي نعم ان انا بتكلم بجد حسين طلب يقبلني عشان يتأكد مني اذا كنت بتحبيه وموافقة تجوزيه ولا لا ايه رأيك؟ لا طبعا انا ما بحبوش ولا عايزة تجوزه مين اللي قال كده؟ عينيكي يا اختي اللي قالت كده ايه هتخبي علي؟ بطلت كابري بقى بس انا خلاص هتجوز يا سهر انت بتعملي ده كله ليه؟ عشان تضحي عشاني خلاص ما منوش فايدة لا بيحبني ولا عايزي تجوز بعد ان زكن علي يا اختنا كل يوم الاقيلي راجل هي شغلانة ولا شغلانة وبعد ان اتدره الباقي عليك انت انت اللي مش هتعرف تحبي غيره انا اديت كلمة لبابا ومش هترجع تاني بقولك ايه؟ بتعملي ده كله ليه؟ حسام كده ولا كده حيتجو يبقى انتي اولا وبعد انه والله ما هازح انا لا يمكن هسامح نفسي لو اتجوزت حسام وانا عارفة انك بتحبيه i v partout i above moon to say goodbye just let me know you didn't go over i above moon to say goodbye ممكن اختبها منك بس دقيقة واحدة لا مش ممكن انا ما صدقت لقي معلش هي دقيقة واحدة وهرجع مباروك يا مرحبا عملتك الدليل دي كانت رغبة بابا وانا ما قدرتش يا زهارة مرسي قوي نجيت النهاردة ما تصورش فرحانة بوجودك قدية انا جيت النهاردة مخصوصة عشان اولك على حاجة عمري معرفته اقول هالك ولا انت ديتيني الفرصة اقولها ارجوك باليش تقول النهاردة بالزاد باليش دي حاجة انا عارفها ومتأكدة مني وانا كمان حاسة بيها من اول يوم شفتك فيه يا زهارة مش كل حاجة الواحد يوزها في يقدر يخبر مهما الايام فرقت بيننا عاوزك تعرفي ان منزلتك عندي حتفضل هي هي وحبك حيفضل هو هو عمري ما حنساكي عنقسك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تفتكر هقدر على فرق ماريم هقدر عيش من غيرها تعرف يا صهر، أنا وإنت وماريا ما فيش حد فينا سعيد تفتكري إيه السبب؟ عشان إحنا التلاتة بنحب بعض لو في حد فينا بيكره التاني، ما كانش بقى في مشكلة جايزة اللي بتوليدها صح اسأل نفسك، أنت متدايق كده ليه؟ وأنا مش مبسوطة ليه؟ وهي بتتجوز غزباً عنها ليه؟ أكيد صح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ενوفيث أوي… مرحباً ما زي نأخذ كده؟ إنتا مش بتحبها؟ إذا هي استنى معايا؟ أنا آسف، ما كانش مفروض نغلط طيب سيبني بقى ربحتي، أنا مش طيقة نفسي ولا طيقك سيبني المنطقة هنا حتى أجيبك أنا أنا عارف أنك تحبي الهدوء بكرة كمان لما تلجي دوب هتحبي المكان أكتر وحتلاقي الخضرة حواليكي تعرف يا وزي أنا عملي ما كنت أتخيل أني ممكن أهاجر برا مصر أنا هخليك تعيشي هنا أجمل أيام حياتي وبكرة هنبقى من أغنى الناس في كندا وهنا بقى لا في تحديد نسل ولا أزم السكان يعني خد راحتك خالص وتخلي فيلي عشرين عايقين يعني أنت اللي عارف تشتغل ما أنت مداهول زي لا أنا مش قادة أنا لحظت أني عايشة والمياتي قريتنا موت وأحسن عشان خاطر ينزل الشغل الواحد مننا مالوشغل شغله صدقيني حب الناس ليكي حينسيكي كل مشاكلك أنا كويس لا مفيش داعي نشوف بعض اليومين دول عشان كل واحد فينا يعرف يتعود يعيش من غير التاني تتحق كذب وعكدي إذا اتتتعبوا بلينا تشتري في تهم في شيء تشتري فيا ما فارف لكن تشتري في تذكر من قومته يстقدم بعض الهندة ولكن ما اتخدرتكم في ذلك هل أعلم الكندان؟ أسفل، لا أتحدث في الفرن أنا أيضا، لا أتحدث في العلاج كمم، أعتقد أنني أستطيع أن أفعل كل محاولة مع بعض المعاولة، بعض المعاولة، وعض المعاولة أعتقد أنني أستطيع أن أفعل كل هذا في هذا المدين أه، إيه رأيك في الرحلة دي؟ أنا مش فاهمة إيه اللي عاجبك في التلج ده، لأنني هموت من البرد لازم تتعودي يا حبيبتي على كل حاجة هنا أنا حسن من الحياة هنا صعبة قوي، مش هقدر أتعود عليها، الدنيا برد ومش عارفة تفاهم مع حد، بيتكلموا لغة أنا معرفهاش اللغة دي أبسط حاجة، بكرة لما تسمعيها على طول هتتكلميها وبعين ممكن تأخذي كورسات فرنساوي تفتكر يا وجدي ممكن يبقى لي أصحاب هنا؟ وأنا رحت فين يا حبيبتي، أنا ممكن أكون جوزك وصحبك بس أنت مشغول طول النهار، ولما بترجع بالليل بتبقى تعباني بس في الويكاند نقدر نعمل فيه كل اللي إحنا عاوزينه هنا الشغل شغل، والأجازة أجازة برافو عاطف برافو عاطف، كيف تتحرك؟ برافو عاطف، برافو عاطف، برافو عاطف برافو عاطف ده لبناني وهاجر من عشر سنين وبقى من أكبر رجال الأعمال هنا يعني ما كانتش يقدر يعمل كل ده بلده، وانت ما كنتش تقدر تعمل كل ده في مصر؟ الفرص هنا أكبر، بدل ما أكون مليونير في مصر، ممكن أبقى ملياردير هنا؟ بصراحة أنا نفسي أرجع مصر، أنا خلاص مش قادرة، كريت منظر التالي مصر دي خلاص تزيه، حقيقة دي بلدنا، لكن مستقبلنا هنا بس أنا حياتي كلها في مصر، ما أقدرش أبعد عدم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أحمر الأقرب اشتركوا في القناة 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 تعارف بقى ايه اللي منعك الواهم اللي انت عايش فيه ماريام انا متأكد لو كانت صهر هي اللي اتجوزت دلوقتي وكنت حتحس ان هي اللي ضعت منك كانت مشاعرك بالنسبة لماريام حتبقى هي نفس مشاعرك بالنسبة لصهر دلوقتي طبعاً خير طبعاً نور يا فل تبقى لنا صهر موجودة بقول لها ميه حضرتك كلها المقدم حسام عمر اهلاً يا ساحر اهلاً يا ساحر اهلاً يا ساحر ازايك حمل الناس يا ساحر عشاني يا وعطا الله خليك خبرك ايه نمان الحمد لله مبروك البيت الجديد في ربنا يا خديد اهلاً بيت القنفوشي بكتير ومبروك الحفلة صحيح انت ما كنتش في الحفلة ولا ايه لا ابداً كان عندي نبط شاية وبعدين انت معزمتنيش اهلاً فعلاً رحت عن بالي لكن واعد المرة داية حتكون اول معزمي اهلاً يا ساحر ازايكي حبيبتي وحشاني وحشاني قوي حبيبتي انا شفت حفلتك في الدش من يومين كنت تدنيني كان نفسه نوته في التليفزيون وابوسك بيبعطيني شريط الجديد بتاعك وحشاني قوي وحشتني كل حاجة في مصر وحشتيني حبيبتي وحشتيني قوي على فكرة البلد هنا جميلة قوي بس الناس لمهم تقيل ما يعرفوش بعد اللي عشان المصلحة وحشتني قعدتنا جنب بعضة على السرير نفسي يا ساحر نفسي قاعد معيكي نضحك ونرغي زي زمان على فكرة جيكي عندي مفاجأة محصلتش في واحد عندي عايزي يكلمك ويسمع صوتك مال 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 خسام مال ازايك يا مريم تومنيني عليك وحشتيني وحشتيني قوي انا كل اللي يهمني ساعدك انتي معي ها ايو بص لي زهر وانا هبقى أكلمكوا تاني مع السلام المترجم للقناة 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 هريم! الحمد لله على السلام! ايه ده؟ حسن! انتي مدتينيش فرصة اقولك حاجة! تقولي لي! تقولي لي ايه سعدر؟ اتجوزنا! اتجوزته؟ ما كنت عامل بتحبيي انا ليه؟ كنت عايز تتجوزي ليه؟ انت تسكت خالص! ايه؟ هتدفع عن نفسك تقول ايه؟ انت ما عملتش حاجة غلط! هو كان بيحبيتي ولا بيحبك انتي؟ عايزاي يقعد طول عمره من غير ما يتجوز؟ انتي اللي رفعت تتجوزي حصل ولا ما حصلش؟ هيا رجالة خلصت! الدنيا جايد خلص ما بقاش فيه غير حساني! انتي قدامك طابور من العشاء والمعجبين! لو شورت بيزبعك لأي واحد يوم يجيلك وياركع تحت رجليكي! لقيتش غير الرجل الوحيد! الرجل الوحيد اللي انا بحبه! وانتي عارفة ناسبته ليه؟ عشانك! عشان ما كنتش عايز اقسارتك! عشان صدقتك عندي! كانت اهم من اي حاجة في التالي! انتي يا صغر! انتي دونال عن كل الناس! انتي بالذات اللي تتجوزي! شادرة يا صدق! شادرة تصوك! شادرة! بتعايريني عشان ضحيتي عشاني؟ انا كمان ضحيت عشانك! انتي ما تتصوريش قدية انا قومت! اتعذبت! اتحرمت! ربعت تقالبي! خنقت احساسي! كنت عشان خطرك! جريت على مصر عشان بسرج ليك تتجوزيه! فكرة ولا ناسية؟ حسن من حقيقة! وهيفضل من حقي مهما كانت النتائج! انا سبت الدنيا كلها علشانه! لا يا تلعادي! انا سكتلك عشان انتي صاحبتي وفي بيتي! لكن اللي انتي عايزة تخديه مني ده يبقى جوزي! جوزي على سنة الله ورسول! مش قادر اتصور! زي حسن ممكن يبص الوحدة سوقية زيك! خاينة! لا يا روح ماما! مش انا اللي خاينة! دانتي اللي خايبة! انت طول عمرك عليكي على حكتي! وطول عمرك بتحقيدي علي! انا! انا بحقد عليكي! لا بقى! دانتي اللي أنا نية! عايزة تكوشي على كل حاجة! اتجوزتي احسن جوازة وعينيكي على رجل تاني! عايزة تكوشي على كل الرجالة بيستهواكي بتاعتك دي! بقولك ايه! ما بقيتش اقول من الكلام ده! لا انا ولا هو! مش بقولك سوقية! رايح فين! رايح في ستين دهج! عاجبك كده؟ اعمل فيكي ايد الوقتي! جاية من اخر الدنيا عشان تفوري دمنا! لازم يفور دمنا! والعلمك بقى! انا من اللحظة دي! مش هتنازل على الحقي تاني ابدا! انا! مفيش اكتر من المتوان في البالد! بس تقولي ايه بقى بانش! هتقولي ايه؟ في القلب وما يريد يا بانش! طب خدوا وتديه في الحاجز لغاية لما احتاجوا! يلا! اهلا! 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 اهلا يا مريم! ازايك يا مريم؟ معلش ما رفتش اراحب بيجي كويس! افضلي! افضلي! تشربي ايه؟ انا عايز اسألك سؤال واحد وتجاوضني عني بصراحة! انت لسه بتحبيني؟ يعني عندك استعداد تتجاوزني؟ ما انت عارف انا متجاوز صحر! انا مليش دعوة بصحر! انا بسألك! عندك استعداد تتجاوزني؟ موسيقى اشتركوا في القناة 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 برضو احبتك عاوزوا بالله مس انت عجبتيني اوي ايوه كده اوه عباني ضعيفة قدامها قابا تديك كلمة أعزبه، أعزبه طيب يحسن الكلب أنت والعقربة ماريم برضا، هل تك أمي ما نتعيبه كل لدي إيه ده؟ إيه اللي جاب هذا الصالون؟ الصالون إيه؟ مين اللي جاب الأكل ده؟ وإيه زاست الخامرة دي؟ أنت إيه اللي جابك هنا؟ ودخلتي هنا إزاي؟ من بابها يا حبيبي، ننسيت أني امرتك ولا إيه؟ من حق يعيش معك في الشقة دي؟ تعيشي، تعيشي فين؟ الشقة ما في عيش غير قد وطنوم واحدة اتطمن يا عصفورة قلبي، اشتريت قد وطنوم جديدة وفرشتها بدل الصالون لأنها لا يمكن أن أعيش معها في شقة واحدة لا يمكن أن أعيشي في شقة واحدة لكي نضبيت بعيدة خلاص، إحنا بحلين ننام، اسباح على خير تعالى هنا انت رايح فين إيه اللي أنا عاملة ده كله، مش عجبك ولا إيه؟ مولع عليك شامعة، مش عجبك الشامعة ولا إيه؟ أنا خلاص تعشيت، ما قدرش أتعشها مرتين، اسباح على خير لا يا روحي، هتتعشها، وحتأكل، وحتقعد، وهترفع الإزازة دي لا بقى، عيب كده، عيب، أنا عروسة ونصة في شهر العسل، وحسين من حقي، أنا الوحدي لمدة شهر أيوا إحنا عروسة، عراس، وأنا من حقها وهي من حق، بصدي من حقنا إحنا الاتنين بقولك إيه؟ أنا يا قاتل يا مأتولي للاجي، لو ما ترزعتش هنا وطفحت التفح ده، وشربت الإزازة دي ودخلت بخمات جوه معايا، هتصور قتيل أنا بنتي ستين كلب شرانية، مفردش في حقه أبدا، تاهم؟ وأنا كمان مش هفر طيب طيب، أنا عندي حل إيه؟ بلاش أنت الليلة دي يا صهر وأنا هعواضك بليلة زيادة إيه الليلة؟ وأنا كمان الليلة إيه يا جماعة ده أنتوا صحاب، فين الصداقة؟ هي اللي بتاديت الليلة لا أنت اللي بتاديتي لا أنت اللي بتاديتي طيب 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 أنا عندي حل، نبتدي من أول وجديد، كل واحدة فيكو ليلة أنا ما تكفنيش ليلة، أنا عايزة اليوم من أوله يعني إيه إن شاء الله؟ بلاش أشتغل؟ يعني تخرج من شغلك تقعد معايا لحد تاني يوم الصابح أنا موافق، نبتدي بمين؟ أنا لا أنا، لا أنا بقى لا أنا، أنا يا صهر أنا الأول بس بقى خلاص نعمل قرعة موسيقى المترجم للقناة 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 لا لا المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة على المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة أنا أنا كل يهموا أنت افتكرت كل مترجم للقناة ترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة